موسيقى اسمي أدهم عبدالله علي حسن فرتوت الحساني واللقب أدهم العدني المحافظة الأبيان والسكن الحديدة وحاليا السكن الآن في الخوخة مديرية الخوخة فهد بحرين أعرفه من محافظة الحديدة ويعمل بأسكري في الأمن السياسي تبع الحودي تواصلنا طلب مني أعمل معه بتبغير سيارات وتحريق طغومات العملية الأولى ناقي أبو راس رسلنا أخذ أبوه استلمتها من الجشة من شخص اسمه ماجد بحرين وضعتها عندي لثاني يوم وعملناها في سيارة نيسان ثاني يوم الصاحب اللواء الثاني تهم أركان اللواء وأخذنا مبلغ خمسة ألف ريال سعودي وديت له ألف وأخذت ربعة ألف ريال سعودي العملية الثانية تم أحراق في مديرية الخوخة سيارة فرد تبع الأمن أنا وحمودي هبيولي تم رشة الغاز البترول وأحرقناها وتم تصوير ورسلناها للحودي وأخذنا مبلغ خمسة ألف ريال سعودي صلبي فهد بحرين بيقول لك أربعة أشخاص معاهم طقم مصروف ودور له المشتري وبيعطوك مصروف أسموه فهد بحرين قال لي سوف يجيلك معاهم واحد من أبوه وتم صلح كنا بنتم نصلحها لأركان اللواء الثاني تهمان وأخذ مبلغ مالي خمسة ألف ريال سعودي وما تمت العملية أنا قاسم أحمد بيت بريح من مديرة زبيد حفظة الحديدة في بداية أملي بتحريق الأطقم الحودي أتصل بي سعد حقري وأحد صاحبي من حفظة الحديدة هو اللي بدأ يعني رسلنا ودأ وخلانا أشتغل من الحودي طلب مني نفذ له الأمليات في داخل مديرة حس وأنا كلمت أحد صاحبي أشرب واتصلنا بأنا وأشرب تبعنا رقم فهد وخال الأمليات الأولى بدأنا قام بمسجد السنة في سيارة نيسان قسنا راقبها ثلاث أيام وأشرف أقلان سكبنا عليه بترول بين الكوار قدام سكبنا بين التوائر وحرقنا ووفقنا ورسلنا به لسعد حقري وفهد هذا واستلمنا الزلط ثلاثة ألف سعودي الأمليات الثانية قام بمقننة أمليات الحيس داخل وبدأنا فيها وقسينا الراقبة يومين لما ساعة ثلاثة الفقر أقلنا حرقنا تقم بنا له بترول في الكوار والتوائر حرقنا وصاحبي وطاق على منطور أشرب ورسلنا به لأخال فهد وسعد حقري وأستلمنا على الأملية أرباء ألف سعودي أنا عبد الله نيز عبد الملك غالب الريمي من أبناء مدينة الحديدة السكن شارع زايد المهلة الدراسة الصف الثامنة استغلت خلية بجمع المعلومات للحوثيين بقيادة أبو معتد السودي قبل ما أبدأ أعملي مع الحوثيين كنت في اللواء السابع حمالكه ورجعت انتقلت للواء الرابع تهمه وجلست ثلاث سنوات بعدين الوالد ضغطت عليه أننا نزلت الحديدة ونزلت الحديدة وجاد العاقل عبد البراق وقال معاك دوره وشلونا أننا نعطوا الضباط لن السا 11 الليل شلونا فوق قباصات من ال54 ثلين صنعاء ووصلنا صنعاء في فله دخلونا وسوونا دور الثقافية دور الثقافية وكان الثقافيين حقكم أبو كميل من عمران وأبو بدر من باجل ويعقوب أبو يسحاق من تهمه فهمونا في الدور ان الولاي العبد الملك الحوثي واننا صلاطنا غلط واننا لذو واننا كنا على باطل وعلى ضلالة وعلى تصرفونا ملزمة سيد حسين وملازم من هذه اكتملت الدورة 15 يوم وفعلونا حفل تخرج في صنعاء فقاعة ورجعت دورنا من الخمسة الفريال يمني ونزلنا للحددة جلست في الحديدة شهر وبعدين اتصلي أبو كميل قلنا موجود في الحديدة التقيت هنا وياه وعرفنا على أبو معتاز الساودي مشرف يشتغل في استبارات العسكية في الحوثية طلب مني أبو معتاز الساودي ان انا جند لها أفراد من أبناء الحديدة ينزلوا للخوها لنقل المعلومات اللي في القوات المشتركة في الصحة الغربية جندت لها أفراد أربعة أبراهم شاكور وتركي وناصر حزام ومحمد معصلي بعد سبوعين التقيت هنا في أبو معتاز في حديقة الشعب أنا مننا خمسة أنا أبراهم شاكور وناصر حزام ومحمد معصلي وتركي شلونا في باص معكس لينا الفلة للدورات الاستخباراتية في سبعة يوليو جلسنا عشر أيام بعدين خرجنا من الدورة دربونا على الاستخبارات والاكتحامات والتدريب على السلاح والتمويل كانوا يعرضوا علينا في الدورة المسلسل الاستخباراتي الإيراني غاندو المدربة في الدورة الاستخباراتية أبو كميل وأبو حمزة وأبو جهاد في آخر يوم من الدورة صوروا كل واحد فيديو الوحدة بيقرأ الوصية بلابسينا شميز عسكري وشال بيقرأ الوصية حشان يعرضوها بعد استجادنا من بعدها شلونا فوقباس إلى مابل بنك العربي والتقنيه هناك بمحتز وعطل كل واحد مننا حجراء الفيمني وكل واحد رباح لبقته من اللي كان معنا في الدورة طلع واحد مننا بابراهيم شاكور وكانت مهمة ابراهيم شاكور في جمع المعلومات وحراكتكم ومدرعات تصويره ورساله لنا وصلوا براهيم شاكور إلى الخوخة وتم القبع له من القوات المشتركة طلب مني بمحتز السودي عرض عليها اسماء من القيادات لأننا كلفة الخلية بقتل أي واحد منهم بمقابل مبالغ ماليا ومن بعدها قررت أنا أطلع بناسي للساحل الغربي ونستكت بأننا أرجع للكتيبة حقي وطلعت للساحل وتم القبع عليها في الخوخة طالب ابو معتز السودي وغمام المداني وأبو معي لأنني ضموا اسمي لكشف الأسرع أنا اسمي دمال أحمد سعيدة الأهدل من محافظة الحدردة مديرية حيس الكريارة الدمنا ضمي أنا كنت أسكري في 2017 في اللواء الأول تهمة أدست معنا حواجي أربع سنة حصلت مشاكل بيني بين أركان قاعدة اللواء وأركان قاعدة الكتيبة شطبونا وحبسونا وشطبونا من اللواء بعد مفسطة من اللواء رحتها إلى الربقات من الخوخة إلى ميدي فلذ حملات وتعرفت على خالب شارع قدام البحارة قال لي حراس أنت أبقى وكيل في الخوخة وأنا توكل لك في ميدي الاتفاق كان بيني بينه على 10 ألف سعود الحملة عادة عنده البياس عندما كانوا يعترضوا الحواثة للجلاب حقنا وحق صحابنا كان خليل يدي سنة صحاب الجلاب ويدي سنانا يقول أدفعوا 17 ألف وعشرين ألف سعودي وأنا أتابع لكم أفرد عنا الجلاب حقكم عند أبو سداد كادة البحية أنا أدفع لأبو سداد وحنا نخرج للجلاب 17 ألف وعشر ألف وعشر ألف وعشرين ندفع إلى خليل ويطلقوا له الزب مع البحارة بعدما اشتغلت التهريب أتاك من العجيديون بعد سلمته وبعد عادة عند الناس أذهب إلى الحديدة لسيت في الحديدة هناك عند سهيري وبعدها أتابع لحاق الحارة أبو رماح وهو حاق الحارة قالوا عندما أذهب إلى دورة ثقافية نوفاك عسير وشلحنا من الحديدة ودونا في صنعة في فلا في بدوم وعندنا محاضرات والثقافية كان أبو كميل بعدما تم التخرج للدورة بعد 14 يوم أذهب إلى الحفل وقالوا إلى أبو كميل معيديون في الحفل وبعده ونحن نروحين وعندنا خمسة ألف بعد عشر أيام من الدورة وقالوا إلى أبو كميل وقالوا إلى الحديدة وقالوا أرى أن أخذنا ونحن نروح 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 وتتقدم على المنا specimen اعلم عن حيات الحياة بلغتهم لكن ما رفقوش وبلغت ابو معتاد أنني حاولت لكن ما رفقوش ابو معتاد طلب مني اقتلاع عبد الفخري وابو كميل طلب مني لأنني أتحكم على المقاومة أتعسكر و أجلهم معلومات من الخطوط الأمامية طلب مني أنني أشتري له بلاس كويتية مشترة ابو كميل ابو بردبالي أتواصل به قال لي اشتري التلحق مع القوات الحوثية وهو من حق حيس يشتغل في شكرة وأنا بلغت ابو كميل أنه في واحد يشتري يتحق في القوات البحرية بعد ما قررت أعود الخوخة كيف تباس من الجراحي أمنح الحديدة للجراحي وبعدها طريعة متور تهريب إلى حيس أمتساقط من القوات المشتركة